بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه القرى الميامين عزيزي المشاهد الكريم يسرني أن أتلقيك في محاضرات عن الأسواق المالية والبرصات سنتناول في هذه المحاضرات ما هي الأسواق المالية ثم نتحدث عن الأدوات المستخدمة في أسواق الأوراق المالية فيها الأسهم والسندات ثم نتناول تطورات الأسواق المالية العالمية وبعض الأسواق العربية ثم نتحدث عن سوق الخرطوم للأوراق المالية ونتناول أيضا أنشطة بعض الأنشطة في سوق الخرطوم والأوراق المالية إدارة المحافظة الاستثمالية كنشاط من أنشطة السوق ثم نتحدث عن التنمية الاجتماعية والمستثمر السقير أسر هذه الأسواق في التنمية الاجتماعية ونتناول التوريق كأحدى الأدوات المالية ثم نتحدث عن بنوك الاستثمار وهي البنوك التي تلعب دورا هاما في الأسواق المالية عزيزي المشاهد الكريم لو أعاوزين نعرف الأسواق المالية ونحن في دراستنا نركز على أسواق الأوراق المالية بصفتها هي السوق المالي الرئيسي الأسواق المالية هي التي يتم فيها تداول أوراق المالية مثل سندات الدولة والهيئات العامة وأسهم الشركات وتعرف بالسوق المالي أي فينانسيال ماركت وهذه السوق المالي ينقسم إلى غسمين القسم الأول هو السوق النقدي والقسم الثاني هو السوق رأس المال والقسم السوق النقدي هو سوق الاستثمارات في غصيرة الأجل والأوراق المالية المتداولة فيه سنتعرض إليها إن شاء الله لاحقا في هذه المعاضرات سوق رأس المال سوق رأس المال الاستثمارات فيه طويلة الأجل والأوراق المستخدمة فيه هي الأسهم والسندات والسقوق الاستثمارية تعتبر هذه الأسهم والسندات والسقوق الاسمالية هي أساسا أوراق مالية رأس مالية لأن أي شركة عندما تطرح أسهم في السوق يكتكب الناس في هذه الأسهم وتصبح هذه الأسهم رأس مال وكذلك السندات يكتكب فيها الناس وتصبح رأس مال النشاط هذه السندات تستمر وهذه الأسهم تستمر لأكثر من سنة بالتالي هي استثمارات طويلة الأجل وليست استثمارات غصيرة الأجل كما سنعرف في السوق النغذي السوق المالي يتكون عادة من بورصات الأوراق المالية هذه هي الهيئات أو الأنشطة التي تدور في السوق المالي هي بورصات الأوراق المالية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية المؤسسات المالية مقصود بها الصناديق ومقصود بها المؤسسات التي تتعامل في الأموال هذه هي مكونات السوق المالي نتحدث الآن نتناول هذه المكونات عن أول شيء نتحدث عن بورصات الأوراق المالية وهي ما يلينا هنا في هذا الموضوع هي السوق تعتبر هي السوق المالي الرسمي وتتم فيها عمليات بيع وشراء الأوراق المالية بوسط السماسرة وهذه الأوراق المالية عن طريق بيعها يتم نقلها من أوراق مالية إلى نقط بورصات الأوراق المالية يتم فيها عمليات تداول الأوراق المالية بيعا وشراءا وعادة البورصات المالية يتم التداول فيها عن طريق السماسرة والوكلاء أو الوسطاء أي مستثمر عشان يشترى أي ورقة مالية يتم هذا الشراء عبر الوكلاء وعن طريق هذه العمليات البيع والشراء سواء في السوق الأولي أو السوق الثاني والتي نتحدث عنها لاحقا هذه العمليات تتم فيها نقل الأوراق المالية من أوراق مالية إلى تحويلها إلى نقط للحصول على النقط حسب حاجة الجهة المصدرة للورقة لابد أنك درست وضعك المالية جيدا وحددت التزاماتك ووفيت ديونك قبل أن تقرر بواقعية استثمار جزء من أموالك في السوق أما وقد أصبحت مستثمرا فاعلم أن سوق الأوراق المالية ليست مغارة افتح يا سمسم حيث ستتجول بين الغنائم إن عمليات البيع والشراء في السوق لها أصول ومبادئ وتحتاج إلى بناء استراتيجيات استثمارية جادة كيف نشأت بورصات الأوراق المالية وتطورت؟ بورصات الأوراق المالية بوضع الحالي هذه المعروفة كون نعرف بورصة نيويورك وبورصة طوقيو وهذه البورصات المختلفة وسوق الخرطومة الأوراق المالية وبورصة أبو ظبي وغيرها من البورصات هذه اعتبر أنظمة حديثة لكن أصول ترجع إلى زمن بعيد قد كانت تجار يعقدون أسواقهم في مواقع المدن الرئيسية وفي الأمواني الأنهار ومجاري الأنهار وعلى الطرق وملتغيات الطرق وهذه الأماكن كانت تعقد فيها أسواق مختلفة وهذه الأسواق كانت موسمية بعد ذلك تطورت هذه الأسواق في العصور الوسطى وأصبحت أسواق سابتة ثم تطور الأمر في العرنة السادس عشر حتى أصبحت أسواق سابتة فظهرت البورصات بنظامها الحالي وأصبحت تخضع لرقابة الجهات الحكومية في الدولة المعنية لو جينا نعرف البورصة ما هي البورصة؟ البورصة كتعريف في مكان يلتغي فيه البايع والمشتري وتثم فيه عمليات البيع والشراء عبر السماسرة بحيث أن البورصة في كل أي ورقة مالية أو سند مالي أو سهم لديه مكان في البورصة السمسار إذا كان لديه مشتري يعرض في مكان السهم هناك مكان للبيع ومكان للشراء في خانة البيع إذا كان يبيع يعرض في خانة البيع يحدد الكمية ويحدد السعر وإذا كان في حالة الشراء يعرض في منطقة الشراء فهو عرض في مكان البيع إذا كان هناك شخص يرقب سمسار آخر لديه مشتري آخر يعرض في مكان الشراء ويتم تتم عمليات المداولة وتتم عمليات المفاصلة والمفاوضة بين البايع والمشتري عن طريق تقديم العروض حتى يتم الاتفاو appreciative عمليات الشراء للأوراق المالية ويتم نغلها وتداول عبر السوق لكن مع تطور العلمي والتكنولوجي والتقدم أصبحت هذه البورصات لم تعد مكانا وإنما أصبحت هي عملية الاتصال هذه وعملية اللقاء هذه تتم عبر وسائل الاتصال حديثة مثل شبكة الانترنت والفاكس والتلفون فتتم عبر هذه الوسائل عمليات البيع والشراء إذ أن هذه البورصات وأصبحت الآن التداول في كل بورصات العالمية الآن التداول الإلكترونيا ويتم عرض أمليات البيع والشراء برضو العملية بيتم عبر الوساطة وإذا كان هناك مستثمر يريد أن يستثمر عليه أن يفتح حساب لدى أحد الوكلاء ثم هذا المستثمر يأخذ يعني كوت معين ويدخل على البورصة ويجد الأسهم المعروضة للبيع والمعروضة للشراء وبالتالي هو يستطيع من خلال هذا الكوت أن يستثمر ويبيع ويشتري وتتم عملية نقل ملكية الأوراق في نفس اللحظة وهذا مع التطور السريع والتكنولوجي الذي حصل في العالم أصبح الإنسان يستطيع أن يبيع ويشتري في أي بورصة في العالم وهو موجود في مكانه نتيجة للتقدم التكنولوجي حصل في وسائل الاتصال الحديث البورصات ليست قاصرة على الأوراق المالية فأطفل إنما هناك بورصات للسلع والبضائع وهناك بورصات للنغضة الأجنبي والدهب والفضة والفحم والسكر وغيرها من الأنشطة الفرق بين بورصة الأوراق المالية وبورصة السلع والخدمات في الحقيقة هناك فرق أنه في بورصة الأوراق المالية بيتم التداول داخل قاعة التداول سواء على موقع داخل القاعة في الموقع أو على شبكة الانترنت في داخل قاعة التداول أما ويتم نقل الملكية السلع ملكية الأوراق المالية من البايع للمشتري عن طريق السوق وتحويل الملكية في مركز الإيداع الموجود في السوق تسجد حول ملكية الأسهم مجرد ما الإنسان يشترى تحول الملكية أما في بورصة السلع والخدمات فيتم التداول للسلع والبضايع عن طريق نقلها من مخازن المشتري إلى مخازن البايع إلى مخازن المشتري فهذا هو الفرق هنا تنتقل المنتج أو الأسهم والسندات داخل البورصة وهناك تتم نقلها من مخازن البايع إلى مخازن المشتري البورصة الوراق المالية لها عدة وظائف الحقيقة أول وظيفة لها هي توظيف الأوراق المالية وذلك بتحويله من أوراق مالية إلى نقد عبر عمليات البيع والشراء في سوق الأوراق المالية أو في البورصة في ثم عمليات البيع صاحب الورقة يستطيع أن يبيع الورقة بالأسعار السائدة في السوق الخاضعة للتنافس وهذه يحصل على النقد في أي لحظة هو يود أن يخرج ويبيع الورقة ويحصل على النقد الذي يحتاجه كذلك من وظائف البورصة تحديد الأسعار طبغاً لغانون العرض والطلب عمليات العرض والطلب التي تعرض من السماسرة للبيع والشراء هي التي تحدى الأسعار ويكون هناك تنافس بين البايعين والمشتريين ويتيم عبرها البيع والشراء وحتى تكون هذه السوق سوق كاملة كاملة التنافس يجب أن يكون هناك اتصال بين البايع والمشتري وهذا طبعاً يتيم عبر الوسطاء كذلك لا بد أن تكون المنافسة كاملة بحيث أن تتاح لجميع الوكالاء أو جميع المتعاملين مع البورصة فرصة أن ينافسوا في السهم أو السند المعرض للبيع ولا بد أن لا يكون هناك اتفاق مسبق بين البايع والمشتري لتتم العملية لا بد أن يكون هناك شفافية كاملة جداً في عملية عرض الأسهم للبيع كذلك لا بد أن تكون العملية عملية علنية وأن تكون هناك علنية كاملة للطلب والعرض بحيث أن كل مشتري تكون له فرصة للبيع والشراء حتى تكون المنافسة منافسة كاملة كذلك من الأشياء التي تتم في عملية البورصات هي عملية العقودة الآجلة وهذه دائماً هي فرصة للمستثمر أنه يستثمر هذه الأموال لحين موعدة استحقاقها وعملية التعامل بالعقودة الآجلة هي هذه تتم في النظام التقليدي وليس في النظام الإسلامي لأن النظام الإسلامي ينهى عن التعامل بما لا تملك بما لا تملك ولا يجوز سرعاً لذلك ج laughing وإنما تتتمّ في حالة واحدة النظام الإسلامي بيع السلم كعقد آجل بيع السلم هو من البيوع الإسلامية الشرعية وممكن ان تتم planning أباحة النظام الإسامة تتم التعامل به أسواق المالية كما ذكرنا تنقسم إلى عدة تقسيمات هي أسواق مال وأسواق نغض وغاستبعنا تحدثنا عنها وكذلك سوق الأوراق المالية ينقسم إلى سوق أولي وسوق ثانوي السوق الأولي هو السوق الذي تصدر فيه الأوراق المالية هو السوق الأولي بمعنى هو السوق الابتدائي عندما تود أي شركة من الشركات أن تطرح أسهم لا بد أن تطرح هذه الأسهم في السوق الأولي أولا ثم بعد ذلك بعد أن يثم الاكتثاب فيها بعد ذلك تقفل وتحول إلى السوق السانوي وهذه العملية تشرف عليها وذارة المالية وهي السوق المال والبنك المركزي كل حسب اختصاصه السوق الأولي هي أسواق إصدارات الوراق المالية وتشرف عليها هذه الجهات وذلك من حجسه والترخيص والمراقبة ونظم إصدار الوراق المالية والهدف أساسا من تنظيم الأسواق المالية هي حماية المكتتبين أو المشترين لهذه الأسهم من عملية الغش والتلاعب والتزوير والإصدارات الوهمية للأسهم وهذه أدت إلى كثير من المشاكل في بعض الأسواق العالمية لذلك لا بد أن تكون هناك مراقبة للأسواق الأولية بيتم عملية الكتاب عن طريق الإعلان في نشط الإصدار أو الإعلان في صحيفتين يوميتين أو الإعلان في صحيفة الشركات التابعة لإدارة الشركات بالمسجن التجاري وكذلك الإكتتاب يتم عن طريق الجهات الإكتاب ذات أولاد من تكون في نصف الإصدار محدد الجهات التي يتم عن طريق الإكتتاب فهناك جهات يكون مرخص لها بالإكتتاب في أي إكتتاب يصدر من أي جهة من الجهات في حالة الإكتتاب الغانون نص على أشياء معينة أو مواد معينة لا بد استيفاية حتى تكون الشركة يسمح لها بإصدار أسهم أن يكون رأس مال الشركة المساهمة مكتتب فيه بالكامل يعني أي شركة لازم يكون رأس مال حتى تطرح أسهم جديدة لا بد أن يكون رأس مال مكتتب فيه بالكامل وكذلك أن يقوم المكتتب بدفع ربع قيمة الأسهم الإسمية كذلك يجب أن تسدد قيمة الأسهم بالكامل خلال فترة لا تزيد عن عشر سنوات من تاريخ التأسيس وفي حالة أن يكون الإكتتاب أكبر من رأس المال أجاز القانون للجمعية العمومية بغرار منها أن تزيد رأس مال الشركة بالاكتتاب بشرط أن يكون رأس المال الذي تم الاكتاف فيها تدفع بالكامل أي شركة يزيد الاكتتاب فيها عندما تطرح أسهم الاكتتاب العام وتزيد هذه الأسهم عن العدل المكتتب به في هذه الحالة جزء الجمعية العمومية الغانون أجاز الجمعية العمومية أن ترفع رأس المال بغيمة هذه الأسهم بشرط أن يكون الأسهم والسدة غيمتها بالكامل هذا ما يتعلق بالسوق الأولي أما السوق الثانوي فهي الأسواق التي يتم فيها تبادل أوراق المالية بيعا وشراء السوق الأول يقول أن يتم فيها عميلة الكتاب أما السوق الثانوي وهو البورصة وهو ما يجد البورصة التي تتم فيها عمليات تداول أوراق المالية بيعا وشراء واصل السماسرة في قاعة التداول في قاعة التداول هذاق Polish هي تشمل أن نكون في المكان وإنما في الموقع قال برؤيد يعتبر قاعات التداول مع التطور التكنولوجي الكبير السوق السانوي وهو تسهيل عملية التداول الأوراق المالية بين البايعين والمشتريين التبادل الأوراق المالية العرض والتفاوض وعمليات البيع انتغال من البايع للمشتري وهذا الانتغال يتم بعد مفاوضات تحصل في السوق وبعض عروض تدرج من البايع ومن المشتري ويتم الاتفاق على الشراء ثم بعد ذلك تنتقل هذه الأوراق من ملكية البايع إلى ملكية المشتري كذلك من السوق أنه تصحل هنا تصرف الأوراق المالية بيعا وشراءا لتوفير السيولة النقدية السوق الثانوي هي السوق التي يتم فيها بيع الأوراق المالية للحصول على النقدية صاحب السهم عندما يود أن يبيع السهم يسهب إلى السوق ليبيعه وليحصل على النقد هذه من أهداف السوق كذلك الاستثمار بيعا وشراءا في وقت غصير وهي عملية التداول في هذه السوق هي دائما بتتم في وقت قصير جدا جدا وتعتبر الأسواق المالية هي هامة جدا لنمو الاقتصاد الوطن ويزدهاره لذلك تخصصها من الضخرات من المنشآت التي في حاجة إليها ثم إلى المنشآت التي لديها مشاريع جديدة تحتاج للاستثمار الأموال في السوق السانوية دائما بتتجه نحو الشركات التي تحقق أرباح ولديها أرباح كبيرة جدا دائما رأس المال يسهب حيث يكون الربح فبالذلك نجد أن المنشآت التي ذات الربحية عالية نجد أن أسهم مرتفعة جدا والأموال تتجه لها وبالتالي هذا يتحليها أن تطرح أسهم جديدة وبحيث أن تكون لديها مشاريع جديدة تطرح أسهم جديدة للاكتتاب ثم تتحول هذه الأسهم إلى السوق السانوي لتتم العملية البيع والشراء فيها وهذه العملية البيع والشراء سنأتي لاحقا لنبين كيف تتم تحديد أسعار البيع والشراء وهذه الشركات إذا كانت نشطة في السوق السانوي كذلك تؤثر نشاطها في السوق السانوي والإقبال عليها في السوق السانوي يؤثر على التتاب فيها وبالتالي يكون إقبال عليها كبير جدا وتحصل على الأموال التي تستطيع أن تستثمر في مشاريع استثمارية أخرى وهذا يؤدي بدوره إلى نمو الأقتصاد ويؤدي إلى دفع أجلة الأقتصاد في البلد معدل الدوران السهم في السوق السانوي معدل الدوران أو حركة البيع والشراء في السهم هي مؤشر لحركة تداول في السوق وهذه تحسب حسب المعادلة الآتية معدل دوران السهم يساوي كمية الأسهم المتداولة على كمية الأسهم القابلة للتداول الأسهم المتداولة وكذلك الأسهم على كمية الأسهم القابلة للتداول دي بتدين معدل دوران السهم في المية السوق السانوي أو البورصة بتنقسم إلى سوقين سوق منتظم وسوق غير منتظم السوق المنتظم هو بورصة الأوراق المالية التي يتم فيها التداول داخل القاعة للشركات المقيدة بالبورصة ومدرجة في البورصة بشروط إدراج معينة ده السوق المنتظم شركات مقيدة سهمة في البورصة وبشروط إدراج محددة هذه يتم تداول أوراق المالية داخل قاعة التداول أما السوق الغير منتظم هي تداول أوراق المالية لجهات غير مقيدة بالبورصة ويتم هذا التداول خارج قاعة التداول بواسطة بيوت السمسرة والوسطة الفرق بين السوقين السوق المنتظم والسوق الغير منتظم أنه في السوق المنتظم عمليات تداول يتم داخل البورصة أما في السوق الغير منتظم عمليات تداول يتم خارج البورصة لشركات غير مغيظة بالبورصة وهذه يتم عبر بيوت الخبرة بيوت السمسرة والسماسرة والوسطى الموجودين في السوق هناك شروط لحماية السوق الثانوي حتى السوق الثانوي لا يكون فيه تلاعب هناك شروط لحماية هذا السوق أول شيء لا بد أن يكون رأس المال الشركة المغيظة في السوق لا يقلع رأس المال المطروح لا بد أن يكون رأس المال المدفوع مساوي لرأس المال المطروح وأن تكون أسهم الشركة في شكل صقوق من فئة السهم وضعفاتها ولا يجوز أن يكون هناك سك أو سهم أقل الصهم أو ربع السهم لا بد أن يكون السك كامل واحد السهم سهم واحد لا يتجزع وأن لا يغل السك الواحد عن ألف سهم أي برغة تحمل الأسهم لا بد أن تكون في حدود الألف سهم كذلك حتى الشركة يتم إدراجها في السوق الثانوي لا بد أن تكون هذه الشركة غطرحت سهم في الاكتتاب العام في السوق الأول وتم الاكتتاب فيه ونشرت الشركة على الأقل حسابات مرضية لمدة ثلاث سنوات على الأقل حتى نضمن هذه الشركة أنها هي شركة فعلا ممكن أن تدخل السوق ويكون سهم مطلوبة في السوق ومتداولة في السوق الاكتتاب في أسهم الشركة بالكامل لا تقل غيمة مدفوع من التقصيد على الرمع الغيمة لا بد الاكتتاب أن يكون يستوفى كل أسهم الشركة بالكامل أسواق الأوراق المالية هي أسواق تساعد على التطور الاقتصادي بطرق مختلفة توفير التنويل طويل للأجل لغطاء العام والخاص تحت الفرصة الإستثمارية مدعددة توفير التسييل الاستثمارات مما يشجع أن المستثمر وزير المخاوف أن المستثمر دائما بيفكر كيف يدخل وكيف يخرج فهذه الأسواق المالية أو الأوراق المالية تتيح للأستثمر كيف يدخل وكيف يخرج في السوق متى ما أرادنا أن يخرج هناك الوسيلة للخروج هي عن طريق البيع في السوق وكذلك تشجع بتوفير التمويل وزيادة الإنتاج وزيادة رفع مستوى المعيشة في المجتمع ده كل لأن الأموال بتتجه إلى أجهات التي لديها فرصة استثمارية وتنتج الأوراق المالية تساعد في النوارات الصادية برضو عن طريق جزبا من الضحرات العنبية وتمكن الدولة من تفادي الضغوط العنبية التي ترافق المناخ والمساعدات أي أموال تمنح للدولة يجب أن تكون هناك أجهة ضخارية فهذا يكفي الناس كثيرا من الضغوط التي تقع على الدولة في الحصول على المساعدات كذلك بتساعدها تدفع الأوراق المالية على الشركات الناجحة نتحدث عن أسواق آخر من الأسواق هي أسواق القروض وهي عبارة عن أسواق تتم خلال عمليات الإغراض والاقتراض هذه تقوم بين البنوك المحلية والبنوك الأجنبي أو بين البنوك المحلية والمساعدات المالية وهذا رافض مهم جدا للتمويل كذلك أسواق النقد وهذه قد حدثنا عنها في بداية المحاضرة ولكن هي أسواق مهمة جدا سوق النقد الاستثمارات فيها قصيرة الأجل وتتميز بانخفاض ضريط المخاطر النقدية وتدني مخاطر الدين لارتباط بقدرة المدينة على السداد وتلعب الأسواق النقدية في الاقتصاد الغومي دور انهام من ناحيتين تقتص السياسة النقدية وهذه يقوم بها من قسودان وتؤسل على السوق بعملين طريقة عاملين هم سياسة إعادة الخصب وعمليات السوق المفتوحة بطرح الأسهم والسندات كذلك الأسواق النقدية بتقلق سيول مرتفعة جدا للأموال الغصيرة الأجل وهذا يؤدي لتخفض تكاليف التمويل في الأجل الغصير أهم الأوراق المالية التي تتداول في الأوراق في السوق النقدية هي القبولات المتداولة والأزونات الخزانة وشهادة الإيداع المصرفي ألغى بتداول اتفاقيات أعادة الشراء وغلوض الفائضة الاحتياط اللزام والأوراق التجارية وحتى ألغاكم في محاضرة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة